فلكن بالنسبة حتى بالنسبة لمعلم اليهود كان صعب عليه صعب عليه يستسيغ الفكرة هو لو بهالبساطة هاي ما أنا معلم لليهود حافظ الكتاب بالحدث وأنا من مجمع السنهدريم يعني من السبعين الأوائل الأعلى مجلس تشريعي والمسيح عم بقوله ينبغي ينبغي أن تولد من فوق وبعدين وجه له كلمة الرب لطيفة كتير قال له أنت معلم ولست تعلم يعني كان لازل تعلم فالعلم عند الرب فالرب وضح له شو هي الولادة الثانية من فوق لأن لا يمكن أن أتبرر أنا في آدم أنا أتبرر في الولادة الجديدة في المسيح يسوع وحضرتك أشرت له نقطة مهمة أنه هاي مجموعة أو شلة من الناس وسموا حالهم متجددين لا نحن من أيام المسيح نعم بدليل أنتم الذين تبعتمونني في التجديد بدي أقرى لك أي أسيس من تيتوس نعم بتقول ولكن تيتوس ثلاثة أي خمسة أيوة تفضل أقراها في تيتوس يعني بقول لا بأعمال في بر بر عملناها بل بمقتدر رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا آمين أحب أقراها كمان مرة آآ للمشاه حاضر بقول في آية أربعة ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتدر رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا آللويا بيسوع المسيح مخلصنا حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدي هيدا بتواءم مع كلام الرسول بطرس لأن الروح اللي عمل ببولوس عمل ببطرس مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات مبارك اسم الرب فالولاد الثاني بتعطيني رجاء للحياة الأبدي يعني أنا لما نقول ثانية تنتقل الحياة الأبدي شو الحياة الأبدي هي حياة الله حياة الله ذاته حياة الله ذاته تنتقل لإلي فهيدي الحياة هي الحياة الجديدة يلي أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح متنا معه للمعمودية للموت حتى نحن نسلك في جدة الحياة أي في الحياة الجديدة والرسول يحنى بقول في الإصحاح الأول في رسالته الأولى فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا هاللويا اشتركوا في القناة